الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله كيف أؤمن بالله؟ تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والسبات وتؤمن بوجود الله ما هي الأدلة على وجود الله؟ أدلة كثيرة جداً يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة أدلة لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذه المخلوقات إلا والله ألابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أدلة أشعر في جميع السماء الثاني الثاني الحسن أن تكون في كبو شدة ترفعك للسماة وتجدها تمفرج تضع المرات الأخيرة بالتحقيق الذي يسلم بالنسبة المعاجدة هذا الشهي محسوسًا بكبير أن تسمع بكهداعك ف создكام المشيء للقناة أن يمكن أن نسكلفه فبصة بشاله و يمكن بأنهم يقولون أنهم يتطلع الأخير و أعبة في سبيل المثال إنهم يتطلع الأخير حياتهم إنهم يتطلع الأخير إلا أنهم يتطلع الأخير و يأتي أنهم يتطلع الأخير وحياتهم يتطلع الأخير ويأذن أن يكون لهم جداً نعم كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله الثالثة كنت أقول ويأذن كنت أقول ويأذن أذن أن يكون لهم جداً ويأذن الله الرابع الشرع وهذا كثير جداً أدلة من كتاب والسنة كثيرة جداً في إثبات وجود الله ويأذن الله إذا كان الله سبحانه وتعالى تتعلم عن القرآن من الناس التي تتعلمها تتعلمها أنها تتعلمها لأنها تتعلمها وأنها تتعلمها